السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريض السكر لازم يحافظ على مستوى السكر في الدم في الحدود الطبيعية علشان كده لازم ياخد باله من اي شيء بيأكله في كميته وفي نوعه من حاجات المهمة برضه عشان مريض السكر يتحكم في مستوى السكر في الدم انه يقلل السعرات الحرارية عن طريق انه يختار الاطعمة المفيدة ويبتعد عن الاطعمة اللي ممكن ترفع السكر عنده في الدم علشان كده هنتعرف على اسوأ 9 اطعمة لازم مريض السكر يتجنبها تماما لانها بترفع مستوى السكر في الدم اول حاجة البسكوت اللي في علب المعبئ والمخبوزات والمعجنات لازم كل مريض سكر يرائب الكربوهيدرات والسكر الزيت في الاكل علشان كده لازم يمتنع عن المخبوزات والمعجنات والبسكوت المتعبي قبل كده في علب لانه بيحتوع لكمية كبيرة جدا من السكريات والكربوهيدرات اللي بترفع مستوى السكر في الدم تاني حاجة الخبز الابيض اي شيء مصنوع من الديه الابيض لازم مريض السكر يمتنع عنه ويستبدله باي شيء مصنوع من الحبوب الكاملة لان الحبوب الكاملة غنية بالالياف والالياف دي بتحافظ على مستوى السكر في الدم وكمان بتقلل خطر الاصابة بمشاكل القلب والشراين تالت حاجة الماكرونا والرز الماكرونا مصنوع من الديه الابيض اللي الجسم بيهدمه بسرعة وبالتالي بيرفع نسبة السكر بسرعة وعالي جدا علشان كده لازم تستبدله بمكارونا مصنوعة من الامح الكامل اللي بياخد وقت في الهضم وبالتالي ما بيرفعش السكر بسرعة رابع حاجة الفواكه المعلبة ابتعد عن اي فواكه معلبة لانها غنية جدا بالسكريات واستبدلها بالفواكه الطازة طبعا اللي مسموحة لمريض السكر زي الجريف روت والبرتقان والخوخ خامس حاجة المشروبات الغازية المشروبات ديك بتحتوي على كمية كبيرة من السكريات فعلبة من الكوكاكولا بتحتوي على 10 معالق صغيرة من السكر علشان كده لازم مريض السكر يمتنع عنها ويستبدلها اما بالمية او بعصير الليمون او الشاي اللي بدون سكر سادس حاجة مشروبات الاهوة المخلوطة المخلوطة بالكريمة او مخلوطة بالسكر لانها بترفع السكر في الدم بسرعة جدا وبدرجة عالية سابع حاجة الرقائق المصنوعة من الدهون المتحولة زي رقائق البسكوت والوجبات الخفيفة لان الدهون المتحولة بتعتبر اسوأ انواع الدهون لانها بترفع مستوى الكولسترول الضار في الدم وتقلل مستوى الكولسترول النافع وده بيزيد خطر الاصابة بمشاكل القلب والشرائين وطبعا مريض السكر بيكون عنده استعداد للاصابة بالامراض دي اكتر من غيره من المرضى ثامن حاجة اللحوم اللي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة برضو لانها بتزود الاصابة بامراض القلب والشرائين عشان كده بلاش الهدج وبلاش السجوء ولحم البقر المفروم العادي كمان ممكن اللحوم دي بتكون غنية بالسوديم اللي بيزيد من خطر الاصابة بارتفاع ضغط الدم تاسع حاجة منتجات الالبان كاملة الدسم لانها برضو بتحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة علشان كده لازم تستبدل منتجات الالبان عالية الدسم زي الاشترا وزي الايس كريم بالمنتجات قليلة الدسم او حتى الخالية من الدسم كده يبقى تعرفنا عن اسوأ تسع اطعمة لازم مريض السكر يبتعد عنها لانها بتزود السكر في الدم وممكن نلخصها في الاتي البسكوت المعبأ والمخبوزات والمعجنات الخبز الابيض المكارونة والرز الفواكه المعلبة البشروبات الغازية مشروبات الاهوة المخلوطة بالكريمة والسكر الرقائق المصنوعة من الدهون المتحولة اللحوم اللي بتحتوي على نسبة من الدهون المشبعة وكمان منتجات الالبان كاملة الدسم بتمنى يكون الفيديو عجبك وافادك ولو عجبك وافادك شيروا لغيرك عشان الناس تانية تستفاد من المعلومة اللي فيه بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته